وإحنا بنتكلم ده في هذا الإطار كان سيادة الرئيس النهاردة موجود في مدينة السيارات المتكاملة ودي واحدة برضو من إحنا بنشوف دلوقتي كل جمعة أنه الرئيس بينزل بيتفقد أحد المشاريع النهاردة نزل وتفقد مدينة السيارات المتكاملة وهذه المدينة بتقع على مساحة 57 فدانا وتقع على محور محمد نجيب مع طريق المحاجر بتسع أربع تلاف سيارة ومزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة وبتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار وشبك طرق داخلية وعشر بوابات للدخول الحاجات دي اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي من الحاجات اللي احنا بنتفاجئ بها أنها تنبت من الرئيس ما بينزل مشاريع كل جمعة بنتفاجئ أن المشروع فيه شغل كتير فيه إنجاز تم من غير حلما نحس فبالتالي بننزل بنلاقي الموضوع تم والموضوع خلاص على وشك أنه هو يتم استخدامه ويتم تفعيله ويبقى تحت أمر المواطن في هذا الإطار فأنا متفائل خير بإذن الله في مثل هذه الأمور زي بقولت حضراتكم تاني وأمل مشرق لهذا البلد في ظل التحديات كتير جدا من العالم بيواجهها احنا جزء من هذا العالم ولازم نواجهه بكل عزيمة وإرادة واحترام وتقدير وحفاظ على استقرار هذا البلد وأمن هذا البلد وحرية هذا البلد ووضع هذا البلد لأنه احنا من ناشى لهذا البلد يعني بإذن الله إن شاء الله في هذا الإطار برضو احنا عندنا جزء آخر مرتبط بالعملية الخاصة بالمؤتمرات والخاصة بالانفتاح على العالم من خلال قمة المناخ اللي بإذن الله هتبقى فيه شرم الشيخ في 6 نوفمبر القادم مؤتمر المناخ يعني هتستقبل مدينة شرم الشيخ أكتر من 40 ألف مشارك من 150 دولة كل الاستعدادات تمت فيه شرم الشيخ يعني تقريبا 90 رئيس دولة أكدوا حضورهم هذا الاجتماع المهم أو هذه القمة المهمة ومش حيث أقول لحظاتكم يعني كتير في هذا الإطار لكن فعلا العالم مهتم بهذه القمة فعلا العالم يعني هيحط نسب عين وهذه القمة اللي هتنعقد من 6 إلى 18 نوفمبر مصر تتولى رئاسة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخ العالمي هتشارك كل مؤسسات العالم في هذا الإطار النهاردة رئيسة وزراء إيطاليا أعلنت أنها لها جورجيا ميلوني أعلنت أنها تشارك في القمة وده أول زيارة لها خارج بلادها بعد ما تم انتخابها رئيس أو تم تتوجهها رئيس وزراء لإيطاليا وقالت أنها تشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 اللي ترؤسها مصر هذا العام والحقيقة هي قالت كلام مهم في هذا الإطار وقالت أنها تنوي أو تتوقع أن يكون فيه مخرجات كويسة جدا لهذه القمة وكان الـ 22 أكتوبر الجاري كان دعا سيدة الرئيس ميلوني في رسالة التهناء اللي قدمها لتوليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي لحضور قمة المناخ وبالفعل كان فيه كلام طيب جدا متورد في هذا الإطار لو أنا قلت برضو قمة المناخ خليني أتطرق إلى مجلة نص الدنيا الحقيقة عاملة ملف زميلتنا العزيزة أو زملائنا الأعزاء كانوا يعني الحقيقة مديين اهتمام كبير جدا لهذا الأمر ولموضوع قمة المناخ وعايز أقول لحضراتكم أن جزء كبير من الكلام عن قمة المناخ مش مجرد مجلة أو موضوع في مجلة يتكتب بالعكس كان الموضوع فيه نوع من الاهتمام والتقدير زميلتنا وفاق فراج عملت هذا الملف في مجلة نص الدنيا والحقيقة ملف من جماله يعني ممكن أنت تقرأ هذا الملف وتقول لأ نص الدنيا عاملة شيء كويس وجايبة الحقيقة وزارة البيئة و365 يوم في قلب الحدث ورئيس لجلس السياح والطيران بمجلس النواب نورة علي في صفح هنا لزميلتنا وفاق فراج من نص الدنيا بتقول لنا الوضع ماشي ازاي رايح فين جاي منين الإسكندرية آمنة من خطأ الغرق وأول مبادرة من نوحها مصريا وعربيا ودكتور مصطفى الشربيني سافر ميثاق المناخ الأوروبي سفراء المناخ مبادرة عالمية لمحو الأممية المناخية العالم على جناح دراجة كل دي الحقيقة زميلتنا وفاق فراج بشكرها شكر جزيل على الملف اللي عملها في مجلة نص الدنيا شكرا يا وفاق على الملف شكرا أستاذة مروى الطج رئيسة تحرير على هذا الملف وطبعا الغلاف بتاع نص الدنيا مصر في مهمة الإنقاذ للأرض وفي مرحبا بكم في شرم الشيخ ده كلام سيادة الرئيس على الغلاف نحو مستقبل أخضر للأجيال القادمة دي مجلة نص الدنيا شكرا وفاق فراج شكرا لأستاذة مروى الطج رئيسة تحرير في الأهرام العربي برضو نفس النظام نحن نتكلم عن شجاعة قائد وإرادة شعب ده الغلاف الرئيسي من الحوار الوطني إلى المؤتمر الاقتصادي الوطن للجميع الأستاذ جمالي الكشكي بيكتب برضو في هذا الإطار عن المصار الاقتصادي بيفتح أفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري ليصبح شريكا وفعلا في مسيرة الترمية من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي زي منا الأستاذ هاني بدر الدين عامل حوار مع الفريق أشرف عطوى قائد سادة البحار بتكلم طبعا عن القوات البحرية اللي بتحافظ على مقدرات الوطن وتحمل مياه الإقليمية وبيتكلم عن إغراق المدمرة إيلات في 21 أكتوبر 67 معجزة عسكرية وأول عمل عسكري مصري بعد النكسة والقوات البحرية المصرية تقوم بمهمها على أكمل وجه وتؤمن حقل ظهر وعبور السفن بقناة السويس والعزيز أحدث إضافة للترسانة البحرية كل ده حوار مع قائد قوات البحرية في هذا الإطار شكرا زماني العزيز أستاذ هاني بدر الدين وبعدين ملف كامل عن علاقات تاريخية ومصير مشترك ده في مجلة الأهرام العربي عن مصر والإمارات والأستاذ نبيل شرف الدين كاتب في هذا الإطار وزماني العزيز نبيل شرف الدين طبعا وعنده الأستاذ محمد الطماوي وكل دول زملاء والأستاذ دياء نوح بحث مصر في هذا الإطار أستاذ عبد الناصر أو الدكتور عبد الناصر سعيد كل دول بيتكلموا عن العلاقات المصرية الإماراتية شكرا لبجلة الأهرام العربي أستاذ جامل التشكي الرئيس التحرير عندي في نفس الإطار اللي زعوى التلفزيون اللي زعوى التلفزيون ينتعرفين دايب أنها تهتم بشوية بالفن وهو الأخره وغدين على الغلاف الرئيس والأستاذ رغب علامة الجمهوري المصري مرعب وحوار مع حسين فاهمي بيكشف وفاجآت حفل افتتاح مهرجان القايرة السينمائي وأختر سائل الرئيس السيسي السيسي في المؤتمر الاقتصادي الشعب قبل التحدي والتضحية وجوه الحقيقة ملف كامل عن المؤتمر الاقتصادي وبعض الحوارات اللي بقول لحضراتكم عليها أستاذ موسى الجلال كاتب في هذا الإطار وكل الزملاء في مجلة الإزاعة وتلفزيون لهم مننا كل الشكر والتقطير في هذا الإطار عندي مجلة المصور الغلاف الرئيسي برضو لمجلة المصور بيتكلم عن رسائل المواطن عبد الفتاح السيسي وكشف حساب 8 سنوات من العمل في سبيل مصر أنا إنسان طلبت منه حماية الوطن وسأظل على عهدي معكم ونسعى لتحسين معيشة الفئات الأكثر فقرا والحكومة تبزي الجهدا جبارا والكلام اللي قاله سيدة الرئيس في المؤتمر الاقتصادي والملف جوه معمول زمين الأستاذ أشرف التعلبي ومنار عاصم كاتبين في هذا الإطار طبعا زمين الأستاذ أحمد أيوب أشكره شكرا جزيلا ده 98 سنة الملف 98 سنة في الداخل عن مجلة المصور واحدة من أعرق المجلات في العالم ومن أعرق المجلات طبعا تبقى في العالم العربي أكيد ومن المؤتمر الاقتصادي إلى الحوار الاقتصادي للمواطن والسوط المسموع أحمد أيوب زمين رئيس التحرير بشكرك أستاذ أحمد في هذا الإطار روزال يوسف وزمين الأستاذ أحمد الطهري وكل الزملاء في كتيبة روزال يوسف لهم منها كل التقدير والاحترام برضو الغلاف في روزال يوسف لا حق الحق أحق وإلا بيتبعه أحد والباطل باطل وإن تبعه الجميع ومئة مليون معاك يا سيسي ده الغلاف طبعاً الكلام ده بعد المؤتمر الاقتصادي والقرارات الأخيرة وكل الدعم اللي سيادت رأس في هذا الإطار الغلاف الثاني عن واحد من رجال وأساتزة الإعلام في العالم العربي الدكتور محمود علم الدين رحمه الله رحمة الله وسعة والحقيقة محمود علم الدين معلم نجوم صاحبة الجلالة مش صاحبة الجلالة بس ومعلم نجوم الفضائيات كمان واحد من وسام الاحترام فعلاً هو قدير وعظيم واستفدنا من علمه واستفدنا من رسالته واستفدنا من احترامه وتقديره للمهنة كان دايماً داعم وسند لنا أعتقد أنه جزء جبير في هذا الإطار بنشاطر المجلة روزا اليوسف بنشاطر كل الوسط الإعلامي في الرحيل هذا الرجل المحترم الدكتور محمود علم الدين دا جزء من المجلات والفرشة بتاعتها اللي بنبقى سعداء جداً لما بناخد الشغل بتاع الزملاء وبنشيد برقساء التحرير في المجلات اللي بتوصل لنا طبعاً في الأسبوع يعني سواء رئيس تحرير مصر الدنيا رئيس تحرير الأهرام العربي رئيس تحرير الإزاع والتلفزيون رئيس تحرير روزا اليوسف رئيس تحرير المصور حقيقة كل دول زملاء بيبزلوا مجهود طوالي هذا الأسبوع يعني تحية بسيطة كده مننا في نهاية الأسبوع لجهدهم المتواصل في بداية الأسبوع بداية الأسبوع لحد نهايته لحد ما الجورنام بيت طبعاً لو عندنا مجلات كتيرة جداً في بداية الأسبوع فيه مجلات بتطلع يوم الحد ومجلات تطلع الاثنين ومجلات تطلع الثلاث ففيه مجلات كتيرة بتطلع لها لهم مننا كل التقدير والإحترام وكل رأساء التحرير في هذا الإطار